قبل بقى ما ندخل فيه المحتوى واللون الكتابي اللي كتبتني هو الكتاب أصلاً بيحكي في مشاعر متضربة يعني ايه؟ واحد بيحكي في لحظة ما بينكسر ولحظة ما بيقص وبعدين لما بيتولد الأمل من جديد أنا شايف أصلاً إن احنا كل واحد فينا محتاج لحظة فريقة في حياته وبتحوله يعني أنا دايماً حتى بالنسبة يوم الحب أنا ليه طرحه في يوم الحب؟ لأن الحب معظمه والحب الحقيقي يعني رؤية ليه أنه ألم أنا مش عصدي يعني كعيب بس تجارب الحب دايماً بتدي ألم فالألم ده لو خادك لتحت فأنت انتهيتي انكسرتي لو خادك لفوق فهي هي بحتاجة لحظة فعلاً بتفصل بين اليأس والأمل هي دي اللي أنا بني على الكتاب كله لو احنا سيبنا نفسنا لتحت ده خالص حاناً ننتهي مش هنكمل الحياة بس فيه ناس بتقولك لو حب حقيقي مش هيوجع أصلاً اللي بيوجع ده بيبقى حب مش حقيقي هل الكلام صح؟ بس أنا في وجهة نظري مثلاً الحب الحقيقي فيه ألم كده أو كده فيه ألم حتى فيه فلاسفة يقولك أي حب مهما طال نهايته فراء أنا مش عصدي حزن على فكرة الحب فيه شجن الأم لما بتيجي أنا بالنسبة لي أمي مثلاً هي الحب في حياتي حالياً يلا الأم لما بتيجي مثلاً في لحظة الولادة بتتقلم برغم أنه أحلى لحظات حياتها صح؟ بتبقى مربوطة بالألم طبعاً فهو الألم ده إما حينقلك لسعادة إما حينقلك لليأس هل نقدر نقول أنه كتاب لحظة فريقة يعتبر هو جايد عشان يساعد القارئ أنه يحول اللحظات الفريقة في حياته لأنها تعليه أو تفرق مع الفوق تفرق مع الفوق مش أنها تيقسه أيوة أنا فعلاً دي الفكرة بالظبط أن أنت ممكن أكتب جملة الجملة دي ممكن أنا مريت بحالات كتير كده وأعرف ناس مرت بحالات بتبقى في عرض كلمة طيبة صح؟ أو ضحكة والله العظيم بتبقى الكلمة ممكن تبقى ماشية في الشارع تسمعي حد يقول حاجة تبقى مبسوطة جداً تغير الموت كله صحيح أنا حاولت أخلي كل الكلام اللي في الكتاب موجه للناس دي الناس اللي حسب الواحدة واليأس ودولة كترة الظروف العامة خليتها كترة قوي هو دا اللي دفعك أنك تكتب بالكتاب دا وخاصة في وقت الحظر اللي مرينا به أنا كنت يعني كمية أفكار كتير أنا بكتب رواية تانية أصلاً حتنزل إن شاء الله قريب رواية بقى رومانسية لكن دا دا فعلاً بعد حكاية الكورونا بقى مفوقتنا جداً دا ممكن تروح ونلاقي أحبابنا بيروحوا كده في اللحظة صح صح فلازم نعيد حساباتنا يعني ها بنكتب ليه وبنحزن ليه وبنعيط على إيه فهمة ممكن إزاي نبنعم الرسطار دا مهمة قوي أنا كان عجبني جداً سلوب الكتابة بتاعك في رواية بنته عمري كمان الأولانية لأنه كنت حسناً في حد قاعد بيحكي معايا بيتكلم زي وكان ثالث وجميل وما فيهوش فزلكة لغوية يعني ممكن تخلي واحد بقى يمسك جنبيه ورغم كده ما ها بحاول في الجديدة بقى أبسط شوية آه الجديد بقى اللي أنا شايفاه كمان أن أنت لأ دي خواطر بقى وربعيات بالزبط آه كلام هذا دي ليه اخترت أن أنت ما تكتب عن اللحظات الفريقة تحطها في قالب ربعيات وخواطر لأن أصلاً هي اللحظات الفريقة دي بتبقى برغم أنها عميقة قوي بس بسيطة قوي يعني ممكن تلاقي نظرة عين تكسارك نظرة عين تكسارك آه كتبة سوف كلمة واحدة صح كتبة تنهي حياة آه ده حياة يعني الربعية ممكن ت يعني الربعية دي على قد ما هي بسيطة بس فيها زي زي الدوة كده زي القرص هل استوحيتها من ربعيات مثلاً صلاح جديد؟ طبعاً من الناس اللي بحبها جداً لقوا كثير بقى ودواوين قديمة جداً وكان حتى الاعيامة الكبار في الصوفية بكتبوا ربعيات والإمام علي كتب فطبعاً أنا كنت بحب السلام أنا عارف أن أنت متأثر بالصوفية بشكل كبير آه في حياتك يعني كمان حتى كمان هك في الحياة بالسلام النفسي السلام النفسي يعني مش بفكرة الصفقة يعني مثلاً بحب أن الدنيا تبقى يعني أنت كنت بتقولي في أول حلقة كنت تسمعك بتقولي على فكرة أن في ناس بتحرم الحب تخيالي؟ صحيح برغم أن أساساً الحب هو الدين صحيح صحيح إحنا وصلنا لمرحلة أن نحنا بنحرم الحب برغم أن المحبة هي الأديان صحيح يعني سواء الإسلام أو أي دين صحيح أو الله محبة فعلاً هذا حقيقي فأنت بتحرمي إيه؟ أه فأنا لا أنا بركز على الصوفية والسلام النفسي لأن هذه هي دي حياتنا دي اللي نقدر نكمل بيها دي قوتنا يعني تقدر تقول دي سر الحياة أو؟ طبعاً الإنسان من غير باور روحاني مش حيضة يعيش مهم جداً الباور الروحاني